شنو موقف الإطار؟ موقف السيد الرئيس الوزراء يقوله كان بالنسبة لهذه محمد جوحي يخذوه وفغلوه وأما الجحيمة فصلوه وإن ما يريد يوصل تحقيق فليوصل والإطار شنو موقفه؟ داعم بعده للسوداني لو سحب إيدانا؟ لا هو قال أنا ما زلت داعم إلى إكمال مهمة الخدمية والتنفيذية في مسيرة الحكومة زين؟ لا يعني ذلك أنه البعض غير معترض غير ممتعض من معترض أو كل بعض من الإطار التنسيقية يعني هو التساءل هو التساءل ممتعض أصلا من اللي صارل نعم من حقهم أن يمتعضون ليه شيء يمتعضون ماكو داعي أنه نجيب أشخاص عليهم ألف علامة استفهام ونخليهم في مواقع مهمة في مكتب رئيس الوزراء عاتبوا ونسلم طبعا يجب أن يعاتب مو بس هم يعاتبون إحنا نعاتب إحنا نحقنا نعاتب السيد رئيس الوزراء زين لأنه ناس ما مؤهلة لا أكو كثير من الناس عندها طاقات وعندها ثقة ومحل الثقة قلنا الحكومات من تتغير يجيبون إدارة جديدة منهم من الثقات على العمومة نعتقد أنه هذا الموضوع إلى هنا وتوقف إلى هنا هل انتهت أحلام الولاية الثانية للسوداني خلص بعد لا يوجد ضمان لا يوجد ضمان من قال أنه يوجد ولاية ثانية لا يوجد ضمان لماذا لا يوجد ضمان هو يعمل على أن يكون من حق رئيس الوزراء أقول قراءتك السياسية عفوا أكو قضيتين أكو ولاية ثانية أو لا أولا إحنا من قدر نستشرف أنه هناك ولاية ثانية أو لا موضوعة تشخيص يعني تجسس مكافي حتى يفقون بولاية ثانية هو ما إلى الآن ما حتى تجسس بالمناسبة تنصت مو تنصت كسر للخصوم يعني أولا أقول أنه هذه الحادثة استخدام الجيوشي الإلكترونية هذه الحادثة خلال جميع الدجيوشي خلنحك هي بيناتنا الأغلبية ترى عندهم بس مرات أكون مكشوفة وأكون غير مكشوفة رئيس وزراء يستخدم هذا الضغط ما محتاجها هو أنا نقول ما محتاجها ليش يستخدم هذه الطريقة أتدخل السياسي مثلا باختيار رئيس مجلس النواب وإحنا نحبك ونروج لك ونشتغل لك مفروض هو يتجاوز ومفروض ما يلتفت له لأنه وجاء من بيئة اسمها بيئة الإطار التنسيقي اللي هي داعمة وبكلها ما شاء الله كل شوه يكون بدونين وكل شوه يكون جمهور يسدون عين الشمس ما يحتاج جيش قصدي هسا كل من قناعتها ليس بالضرورة كل من يكتب أحسن